السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو جبت لكم وضعية بسيطة جدا لسنة أولى ثانوي مقترحة لاختبارات الفصل الثالث وبالنسبة لي ما زالوا مداروش اختبارات وطلبوها مني لهو تعريف التلوث عامة ما هو التلوث وتيز بلوشن عرفته لكم بطريقة قصيرة وبسيطة مع لكم غير تفهموا فقط الوضعية على وش ريتهدر نبدأ نعرف التلوث كما هو أسبابه وأنواعه وأثاره بطريقة بسيطة وقصيرة شوية 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 إذن نبدأ على بركة الله بسم الله What is pollution? Pollution is anything that makes the earth dirty and unhealthy هو أي شيء يخلي الأرض dirty مسخة and unhealthy غير صحية land air water الأرض الهواء والماء are all affected by pollution كلهم معرضين ومصابين بالتلوث it takes up space on our land it هنا تعود على pollution قالك pollution ده بلاسة كبيرة في أرضنا on our land على الأرض إذن هو أعرفناه هو أي شيء يجعل الأرض مسخة وغير صحية أنواعه عندنا land air water وهو وأخذ مكان كبير في الأرض it takes up space on our land بهذا الطريقة المرتبة للمعلومات عفوا تكتبوا الوضعية انتحكم أوكي many أوكي many of the things people use everyday come in packages بزاف حويت يستعملهم الإنسان ولا يستعملهم الناس في حياتهم اليومية تأتي في packages لهما مغلفات like food مثل الأكل games الألعاب school supplies and electronics الأدوات المدرسية والإلكترونيك this packages end up in large underground cold land fields قال لك هذه المغلفات اللي جوا مغلفين فيهم كامل هذا التوزان يخلص عليهم الأمر تحت الأرض وهذه العملية زي ما يردموهم يعيطو لها land fields land fields ذلك وش حدي رايح تأثر على الأرض لأنه هذه المغلفات مخدومة من البلاستيك مخدومة من مواد إصطناعية مراهيش مفيدة للأرض على ذلك لازم هذه المواد نرميوها في النفايات ويعودو لهم التصنيع أوكي إذن إذن لاندفيلز أحكم يا رب في أمان الله شكرا لكم لاندفيلز أمان الله لازمت